في مقولة كده لطيفة جدا بتقول لو كان حلمك لعام فأزرع الأرز وإن كان حلمك لعشرة أعوام فأزرع الأشجار وإن كان حلمك مدى الزمان فاستسمر في الإنسان إذا كان حلمك مدى الزمان فاستسمر في الإنسان فهو شايف أنه الاستثمار زي حتى ما نشوفها في الأباء والمهات يقولك أن أنا أصرف على ابني في التعليم ده استثمار يعني طويل المدى ودي حاجة مهمة جدا احنا نكلمنا الحب من أكتر منظور النهاردة هنتكلم عليه من منظور تاني هو إزاي أقدر استخدم المشاعر الطيبة اللي جواي عشان أعرف أبني علاقات نجحة مع الناس عندنا كده موديل لطيف جدا يعني لو انفع يزرع على الشاشة اسمه 8C أو 8 حاجات بيبتدوا بحرف C طبعا احنا بستخدم الحاجات دي عشان تسهيل على الناس فإحنا أول C فيهم هي الكير إنه أكتر حاجة تنجح هما دول نقولهم كده كلهم مع بعض الكير هو إن أنا أتعامل مع الناس بنوع من الاهتمام الكونفدنس أبقى واثق من نفسي وأنا بتعامل مع الناس الكمينيكيشن أعرف أو جيد استخدام الصوت ولغة الجسد الكمبروميز لما يكون في خلاف بيني وبينك وخصوصا لو أنت عدوي فنوصل لحل وسط أنا وحضرتك الكمفرت أنا عايز الناس تبقى مبسوطة ومرتاحة وهي بتتعامل معايا الكونستركتف يعني معناها حتى لو فيه نقد بقى النقد ده نقد بناء عشان ما يخليش شخص الدم دي أحد الحاجات اللي بتزود أو تنجح العلاقات مع الناس يعني لو التمانية دول موجودين في شخص هو صعب جدا نلاقي شخص فيه تمانية دول بس يعني كل ما يبقى عندنا أكتر عدد من النقط دي كل ما كنا نحن نجحين بشكل أو باخر النورمل بيكون الشخص عنده كم من التمانية ما فيهش استاتيستيكس بتقول كام بس كل ما بعدد النقط دي أزيد كل ما طبعا قدرتك على النجاح في التعامل مع ناس تبقى أكتر عايزين نبتدي بالكير عندنا كده أكتر من صورة عايزين عندنا طبعا صورة للسير العظيم مجد يعقوب طبعا لما يتكلم على الكير لازم يجي الراجل ده في الأول يعني فيه دراسة عملت في مصر في 2017 على مين أكثر الشخصيات مش شهرة ولكن حبا أو المصريين أكتر حد بيحبوه مين طلع مجد يعقوب رقم واحد فطبعا هو آب ده بشكل أو بآخر تقديرا لأنه راجل فعلا بيمتلك هذا الإحساس الطيب تجاه الناس وطبعا الواضح الجلام ده من حاجات كتيرة جدا من التواضع بتاعه من الاهتمام بتاعه من الناس وهو يمكن اللي خلى مجد يعقوب يصل لهذه النقطة هو وفاة عمته وهي في سن صغيرة كانت عندها 25 سنة فدي حتة مهمة جدا أنا لازم يبع عندي نوع من الاهتمام بالناس عندنا صورة حلوة جدا عايزين نتكلم عليها شوية برضو في الكير حاطت صورة لنابليون وابن أخوه اسمه نابليون الثالث كل واحد منهم كان مثال جيد لقصة دي نابليون اللي هو إمبراطور فرنسا العظيم ناس كتيرة ما تتخيلش أن هذا الرجل جاله مرض جلدي هذا المرض الجلدي كان سببه أنه هو بيقعد مع العساكر الصغيرة في الجيش الفرنسي وقريب جدا منهم نابليون الإمبراطور العظيم جاله جرب ده نابليون الأول بنافر جاله جرب لأنه كان بيقعد مع العساكر الصغيرة ويهتم بيهم ويتكلم معهم فمن كتر مخالطة بتاعته ليهم جاله جرب مين اللي جاله جرب؟ نابليون الصورة اللي على الشمال ده نابليون الثالث كان مكتر اهتمامه بالناس ما كانش يقدر يتعامل مع حد غير لما يبقى فاكر اسمه فكانت الناس بتحبه جدا شوف امبراطور وعنده مشاغل لكن كان كل شخص بيتعامل معاه كان بيفتكر اسمه وكان لما يجي يشوفه مرة تانية كان بيجنديب اسمه دي قد ايه بيبقى ليها دور مهم جدا كويس اوي عندنا نقطة تانية برضو وصورة تانية لطيفة للكير عبارة عن مصنع صغير فيه الصورة اللي باينة دلوقتي دي معروفة في كتب الاضارة باسم هاوثورن ستاديز احيانا الناس بتفتكرها ان ده اسم العالم هو ده مش اسم العالم ده اسم المكان اللي اتعاملت في الدراسة دي دراسة اتعملت في امريكا في مكان اسمه هاوثورن في إلينوي اللي عملها كان واحد اسمه إيلتون ميو الراجل كان بيعمل تجربة فنية ازود معدل الاضاءة في المصنع فالطبيعي انه الانتاج يزيد فزود معدل الاضاءة فالانتاج زاد قالوا له طيب ما تعمل العكس عشان تؤكد النظرية بتاعتك قلل معدل الاضاءة فالانتاج هيقل فالغريب انه لما قلل معدل الاضاءة الانتاج برضو زاد فكده التجربة بوزت فقال طيب انا هاعد مع الناس واعرف ليه الكلام ده حصل انا كنت متوقع انه لما الاضاءة هتقل ان الانتاج هيقل فلما قاعد مع العاملات هما كلهم كانوا ستات بالمناسبة قال لهم يا جماعة انتوا ليه لما انا قللت الاضاءة الانتاج بتاعكم زاد كانت الاجابة لها علاقة بالنقطة اللي احنا بنتكلم عليها لها فكرة الكير قالوا له احنا حسينا ان ادارة الشركة بتدور على افضل الظروف اللي احنا ممكن نشتغل فيها توقف ترجمة نانسي قنقر